أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرافة والإعلان الصف الأول برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة المعدات تكنولوجيا المعدات زي ما احنا تعودنا بتتكلم عن المعدات والأجهزة المختلفة احنا انهينا المنهج بتاعنا الحلقة اللي فاتت راجعنا الجزء الأول من المنهج النهاردة ان شاء الله هنستكمل مراجعة الجزء التاني وبعد كده ان شاء الله حسب ما يتسع لنا الوقت هنعمل مراجعة شاملة فيها محكاة لبعض الأسئلة على نفس النسق بتاع الامتحانات أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية وأسئلة في الرسم ان شاء الله النهاردة بس ايه عايزاكم تبقوا متابعين معايا بشكل جيد لان احنا هنحتاج ان احنا نكون أسرع شوية عشان نغطي أكبر قدر ممكن من المنهج في المراجعة أسئلة ان شاء الله هتكون سهلة ولكن في نفس الوقت لازم نركز عشان نقدر نجوابها بشكل سليم الاول هنبتدي بان احنا هنراجع الجزء الباقي من المنهج مراجعة سريعة وبعد كده هنبتدي ناخد نمازج مختلفة للأسئلة قبل ما نبتدي أحب أفكركم ان مادة المعدات امتحنها بيتنوع ما بين الأسئلة المقالية أو الأسئلة النظرية اللي بيتم إيجابتها بإيجابات كتابة وجزء منها رسم والرسم طبعا جزء أساسي انت المعدة زي ما اتدربت على معرفة أجزاءها برضو المفروض تكون اتدربت على رسمها بشكل سليم كل طبعا ما ترسم الرسم بشكل جيد ده يخليك تاخد درجة أفضل وطبعا زي ما قلنا الرسم معتمد على الفهم وقلت لكم طبعا قبل كده وده اللي هنأكده تاني لما هنراجع الرسمات النهاردة ان اللي شاطر في مادة الرسم الهندسي هيقدر يرسم المعدات بسهولة لأنها في الآخر أغلبها استوانات وأشكال مخروطية وأشكال مجسمات زي متوازي المستطلات أو المنشور زي الصفائح والعلب هتلاقي نفسك إذا شاطر في مادة الرسم الهندسي هتقدر ترسم رسومات المعدات بمنتهى البساطة وده اللي احنا بنأكد عليه دايما اننا ما عنديش مادة من مواد الزخرافة مستقلة عن بقية المواد كل المواد بتكمل بعضها وإن شاء الله النهاردة تكون مراجعة مفيدة ليكم عشان نقدر ندخل الامتحان وإحنا وصقين من نفسنا ونجاوب إن شاء الله إجابات سليمة خلينا نشوف مع بعض مراجعة الجزء التاني من المنهج قبل ما ندخل فيه المراجعة العامة الجزء اللي هنرجع هو السقلات والسلالم السؤال الأول بيقول لي اشرح أهم مواصفات السلم المفرد هنا أنا عاملة السؤال بصغتين في وقت واحد صيغة إنه سؤال مقال إذا جاء لي سؤال مقال هجاوب الإجابة كاملة والصيغة التانية إنه في نفس الوقت إيه أكمل يتركب السلم المفرد من قائمين من الخشب خشب إيه نقاط أو نقاط يربط هما قطع عرضية اللي هي الدرج أو الدرجات بين كل درجة وأخرى نقاط صمتي تجمع بطريقة البارز والغائر أو النقر واللسان عشان تبقى متينة وتكون على شكل شبه منحرف قاعدة نقاط لأعلى الصغرى ولا الكبرى يلا اللي مذكرين برافو عليكم الخشب الزين أو المسكي يربط هما قطع عرضية درج بين كل درجة وأخرى كام 30 سنتي عشان ارتفاع حركة القدم يكون على شكل شبه منحرف قاعدة الصغرى هي اللي في أعلى طبعا القاعدة الكبرى هي اللي الأسفل عشان الاتزام ده شكل السلم المفرد ننتقل للسؤال اللي بعد كده ما هي مواصفات السلم المزدوج السلم المزدوج عبارة عن سلمين مفردين بيقول لي عبارة عن سلمين نقط مسبتين من ناحية الطرف الأصغر طبعا اللي هو العلوي بنفصله نقط ويربط بسلسلة لمنع نقط ويزود بقعوب في نهاية القوائم لمنع نقط الكعوب دي غالبا من المطاط طيب نشوف مع بعض سلمين مفردين طبعا من الطرف الأصغر بمفصلة حديدية يربط بسلسلة ليه لمنع الانزلاق عشان ما يتفتحش السلم أثناء العمل يزود بقعوب في نهاية القوائم طبعا لمنع الانزلاق عشان يبقى ثابت في مكانه السؤال اللي بعد كده أذكر أهم أنواع السلالم المتحركة السلم المتحرك بيثبت على إيه؟ نقط متحركة عشان كده اسمه سلالم العربة إذا قريت الجملة كويس هتقدر تستنتج الكلمة اللي نقصة بيتثبت على عربة عشان كده بيسمى سلم العربة يثبت على عربة متحركة تصنع من نقط أو السلم طبعا اسمه سلم العربة يبقى بيثبت على عربة ويثبت على عربة متحركة مصنوعة من إيه؟ يأما من الألمونيوم يأما من الحديد الصلب بعد كده بيقول لي ما هي؟ كراسي السلالم أو الكوابيل وفي ما تستخدم؟ كرسي السلم فاكرين اللي شطرين بيقولولي كنا بنحطها على فتحات الشبابيك أو على السلالم كراسي السلالم أو الكوابيل تكون على شكل زاوية نقط أو معدنية طالما حاجة أو معدنية يبقى في الغالب تكون خشبية مدعمة بنقط شناكل يعني كلمة بمعنى شناكل تستخدم للعمل على نقط والفتحات والسلالم يبقى على شكل زاوية خشبية أو معدنية مدعمة بشكلات الشكلات يعني الشناكل اللي بتثبتها لعدم تحركها أثناء استخدامها وتستخدم للعمل على الشبابيك والفتحات والسلالم أذكر أهم أنواع السقلات عندنا ثلاث أنواع من السقلات عندنا سقلات خشبية وعندنا سقلات معدنية وعندنا سقلات الأرجوحة ودي في الغالب بتبقى سقلات من المعدن السقلات مجموعة من عروق نقط أو المواسير نقط عروق خشبية مواسير تبقى معدنية تشيد مؤقتاً للاستعانة بها في أعمال نقط لتسهيل دهان الواجهات وتشتبع طبعاً في أعمال البناء لتسهيل دهان الواجهات وتشتبع ما هي أهم مكونات السقالة الآمنة؟ السقالة الآمنة تتكون من خمس أجزاء ما هي مكونات السقالة الآمنة؟ قواعد سبتة على الأرض منصة العمل حواجز القدم لمنع السقوط ضربزين آمن سلم للسعود والهبوط قاعدة سبتة على الأرض لأنها ممكن تنصب لعشر أدوار كمان منصة العمل اللي بيقف عليها العامل تكون عريضة عشان يقدر يتحرك بسهولة حواجز القدم لمنع خروج القدم أثناء العمل ضربزين آمن عشان يسند عليه العامل ويمنع سقوطه سلم للسعود والهبوط ما هي مكونات السقالات الخشبية؟ السقالة الخشب زي ما احنا شايفين هي عبارة عن عروق من الخشب طيب تصنع من قوائم وعروق وألواح من الخشب طبعا تربط بحبال من إيه؟ أو بقومة نقط تصند على الحائط وتغرز في الأرض بعمق نقط متر أو داخل براميل معدنية مملوقة بنقط خلينا نشوف الإجابة مع بعض ألواح من إيه؟ من الخشب بربطها بحبال يا إما من ليف النخيل يا إما بقومتها بأمطة أو ربطة حديدية بسندها على الحيطة بغرزها في الأرض بعمق واحد متر علشان تثبت أثناء العمل عليها طب لو مش متوفر أن أنا أزرعها أو أغرزها في الأرض بواحد متر بحطها في براميل معدنية مملوقة بالرمل دي بتديني الفقل لتثبيت السقالة مما تتكون السقالات الطياري أو الأرجوحة وكيف تعمل دي غالبا بتبقى صندوق مسبت في صقف المبنى هي الواحة خشبية مسبتة في حبل ينزل منين؟ نقط المبنى مسبت في نقط معدنيين على كل خطاف نقط معدنية طب ما ما يجي يقول لي نقط معدنيين وعلى كل خطاف بقى هم خطفين زي ما قلنا جملة الأكمل لازم أقراها كاملة قبل ما ابتدي أجاوب نقط معدنية يلف عليها الحبل لرفع ونقط السقالة طبيعي الرفع يكون وإيه؟ وخفض أو إنزال الواحة خشبية مثبتة في حبل ينزل منين؟ من سقف المبنى مثبت في خطافين من المعدن على كل خطاف بقرة معدنية يلف عليها الحبل لرفع وإنزال السقالة البقرة بيلف عليها الحبل وغالباً بيتعمل من الواير أو من المعدن مواد متينة لإن دي طبعاً هتحافظ على حياة العامل ودي طبعاً أهم حاجة عندي تأمين العنصر البشعي أجب عن الأسئلة الآتية دي بعض الأسئلة المقالية ما هي طرق اختيار السلالم؟ يتم اختيار المقاسي المناسب لمكان العمل وارتفاع المشغولة مكان واسع مكان ديق المشغولة ارتفاعها قد إيه؟ يجب أن يكون الخشب تام الجفاف خالي من العقد والشروخ ويفضل الأخشاب الأقل وزناً يبقى النهاردة ما ينفعش السلم يكون فيه رطوبة ما ينفعش السلم يكون فيه عقد أو شروخ لعشان برضو أحافظ على حياة العامل وصحته يفضل الأخشاب الأقل وزناً يعني إذا تساوى سلمين فيه المكانة باختار الأخاف وزناً لأن طبعاً ده بيكون سهل فيه تحركه ما هي أهم استخدامات السلالم؟ السلالم بتستخدم للوصول للارتفاعات طبيعي جداً أنا بعمل السلم ليه؟ إيه الهدف من استخدام السلم؟ إن أنا بوصل للارتفاعات العالية وممكن أربط سلمين مع بعض بالحبال وده طبعاً بيبقى محتاج ربط ماتين علشان أحافظ برضو على صحة العامل ويفضل إن أنا أستخدم سلم كبير أفضل بتتسند السلالم على الجدران بزاوية كم درجة؟ 60 درجة لأن أكتر من كده هيبقى السلم قابل للإنزلاق كيف تتم صيانة السلالم؟ بحافظ عليها إزاي؟ بدهنها بالزيت ثم بالورنيش الزيت لسد المسام، الورنيش لحمايتها من العوامل الجوية طبعاً الورنيش دهان شفاف عشان لو حصل أي عيب في الخشب يظهر معايا تخزن بعيداً عن الشمس والرطوبة حتى لا تتقوص أو تتشقق لأن طبعاً ده غالباً بالسلالم خشبية فضوء الشمس والرطوبة يؤدي إلى تلفها أو تتقوص أو تتشقق ما هي مميزات السقالات المعدنية؟ طبعاً إحنا عارفين إن السقالات المعدنية بتبقى منتشرة أكتر من السقالات الخشب إيه المميزات اللي بتخليني أفضل السقالات المعدن؟ أول حاجة تتميز بسرعة إقامتها وقلة التكلفة يبقى بتتنصب وتتشال بسرعة معمرة وسهلة الصيانة لأن طبعاً المعدن معزول من الصدق وبتبقى مقاومتها للعوامل الجوية أفضل من الخشب سهلة التخزين لأن حجمها أصغر تشغل حيث صغير تصلح للاستخدام الداخلي والخارجي لأنها بتقاوم العوامل الجوية تزود بعجلات لسهولة الحركة تثبتها وتحركها أفضل دي مميزات السقالة المعدنية السؤال اللي بعد كده بيقول لي معدات وأجهزة إزالة الدهانات وتجهيز الأسطح فاكرين إحنا أخدنا مسدس اللهب خدنا بوري الحرق خدنا جهاز الإزالة بالرمل كل دي حاجات هنتكلم عنها دلوقتي بشكل سريع أثناء مراجعتنا لهذا الجزء أول حاجة إشرح طريقة تشغيل مسدس اللهب ده شكل مسدس اللهب هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل زي ما إحنا فاكرين بيختلط فيه غاز الأكسوجين مع غاز الاستيلين ويديني لهب قوي طريقة تشغيله بفتح أمبوبة الاستيلين يشتعل عند تعرضه لللهب بدفعه بغاز الاكسوجين كل ما بيزيد لما بيختلط طبعا الاكسوجين مع الاستيلين بغرفة الخلق مع اللي اشتعل بيديني نار قوية لو حبيه تزود النار أو قوة النار بزود كمية الاكسوجين لأنه زي ما إحنا عارفين وزي ما درسنا في مادة الأمن الصناعي أن الاكسوجين هو العامل الأساسي لاستمرار النار أو لتقوية النار يعني ما فيش استمرارية لعملية اللي اشتعل بدون وجود مادة الاكسوجين يبقى الاكسوجين هنا كل ما بزود كمية الاكسوجين كل ما بيزيد نسبة الاشتعال اللي طلع من المسدس بالتفاعل مع غاز الاستيلين السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي استخدامات مسدس الهب باستخدمه في إيه باستخدمه في اللحام لحام المعدن طبعا يستخدم في طرد الرطوبة من المشغولات المعدنية طبعا التي سبق غسلها أو الأسطح المعرضة للرطوبة يعني أنا النهاردة لو عندي سطح معدني السطح دو معرض لشكل من أشكال الرطوبة ببتدي أعمله مسدس اللهب زي بالظبط كده لما احنا بنيجي نستعمل حاجة من الأواني المنزلية قبل ما بنعمل فيها حاجة بنجففها الأول تماما من المية هنا لو أنا عندي أي رطوبة في سطح المعدن الرطوبة ديت بتمنع التصاق طبقة الديهان تؤدي إلى تلفها مع الوقت فأنا لازم أعمل طرد كامل للرطوبة من سطح المعدن طبعا التسخين بمسدس اللهب بيساعدني على التخلص من هذه الرطوبة بعد كده باستخدمه في إزالة الدهانات القديمة من المجولات الكبيرة زي الصهريج بتاعة المياه خزنات المياه وما إلى ذلك أو صهريج السوائل المختلفة وعربيات القطارات والسفن باستخدمه كمان في عمل تأثيرات الحرق على الخشب كأشكال زخرفية وده طبعا بيحتاج دقة ومهارة في استخدامه كيف يعمل جهاز بشبوري النار قلنا بشبوري النار بيشبه استوانة الغاز أو أمبوبة البتجاز بيشتغل بالغاز خزان مملوء بالغاز مركب به من أعلى صمام الصمام ده اللي احنا بنعتبره المنظم بيسمح بخروج الغاز متصل بخرطوم في نهاية الخرطوم في يد اليد دي مزودة بعازل للحرارة لأن اليد زي ما احنا شايفين كده عازلة للحرارة لأن طبعا مع عملية الاشتعال اليد ممكن تسخن فلازم تبقى من مادة عازلة للحرارة مركب عليها فونية فتحة مصممة بشكل معين لخروج الغاز المشتعل بشكل منتظم مما يتركب جهاز الرمل اللافح المضغوط الرمل المضغوط الجهاز دوت بيعتمد على ضغط الهواء في سحب الرمال ودفعها بقوة نحية السطح بتعمل ايه الرمال في السطح؟ بتعمل اكتر من وظيفة طبعا هو محرك من الديزل او الكهرباء مجهز محرك بيعمل بالديزل او بيعمل بالكهرباء اللي هو مصدر الوقود اللي بيحرك المحرك مجهز بضاغط مروحي الضاغط المروحي هو كباس بيعمل بطريقة دفع الهواء بطريقة الريش المروحية هتخدوه بالتفصيل في مادة المعدات في العام القادم ان شاء الله يقوم بسحب الهواء الذي يسحب بدوره الرمل لما بعمل عملية سحب للهواء او شفط للهواء من الهواء الخارجي بسحب الرمل معاه ابتدي بعد كده اعمل له معملية ضغط ودفع بقوة القوة والسرعة العالية دي مع الرمل طبعا بتعمل احتكاك بالسطح بيزيل الدهان القديم من على الاسطح المعدنية خاصة المساحات الواسعة كأنه صنفرة قوية ولكن بتشتغل بدفع الهواء وده طبعا اقدر اعمل به اعمال زخرفية احيانا اذا كنت عايز اعمل حفرة على الزجاج ده استخدامات جهاز الرمل اللافح المضغوط يعتمد على قصف الهواء المضغوط في الفوهة ويستخدم فيه ازالة الدهانات ازالة الصدق من على الاسطح المعدنية قبل دهانها تخشين سطح المعدن لزيادة التماسك في طبقات الدهان بالسطح المعدني جزء بتاع التخشين ده هيذكر عندنا فيه اكتر من جزء تكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت لما قلتلك ان التخشين يستخدم ان السطح لو شديد النعومة الدهان مش هيلتصر بيه كويس فانا ببقى محتاج اعمله عملية تخشين التخشين ده بيساعدني على ان السطح يبقى فيه نسبة مسامية لان احنا عارفين ان المعدن المسام فيها بتبقى شبه منعدمة وده بيخليلي الدهان ما يتمسكش كويس مع السطح يبقى السطح مش عايز سطح شديد الخشونة لان الدهان فيهنا هيبقى شكله مش كويس ولا سطح شديد النعومة لان النعومة الشديدة ما تخليش الدهان يتمسك على السطح فاحيانا بحتاج اعمل تخشين للسطح وطبعا اللي مذاكرين وشطرين بيقولولي ايوة زي ما كنا بنستعمل الصنفرة لو الحيطة عندي شديدة النعومة عشان ده بيساعد على ايه على تماسك طبقات الدهان هنبتدي دلوقتي ننتقل للجزء التاني من حلقتنا النهاردة اللي هو مراجعة عامة اسئلة في كل ما سبق من المنهج احنا كده غطينا المنهج كله شرح بعد كده رجعنا على المنهج مراجعة كاملة على كل اجزاء المنهج بالشرح برضو ولكن في مراجعة سريعة دلوقتي هنعمل مراجعة على شكل اسئلة في جوانب المنهج كلها جزء الاول وجزء التاني يعني بنسأل في الترم كله قبل ما ابتدي انتقل للأسئلة دي حالفت نظرك تاني انت داخل على امتحان الامتحان هو صمرت جهدك طول الترم انت تعبت او ذكرت او فهمت النتيجة دي هتظهر في ايه في اجابتك للامتحان عايز اجاوب الامتحان بشكل اولا فيه تأني كنش فيه تصرع فيه الاجابات سؤال الصحة غلط بقراء اكتر من مرة لان كلمة واحدة بتغير لي معنى الجملة لو قلت كلمة لا او قلت كلمة بلا غيرت لي معنى الجملة خالص سؤال النقط اقرى كاملا لان السياق بيساعدني في اختيار الجزء الناقص سؤال العلل ده معتمد على فهمي للمادة سؤال وضح بالرسم محتاج ان انا اكون متدرب على الرسمة والمعدات ما بتخرجش عن نوعيات الاسئلة دي سؤال مقالي سؤال نقط سؤال اكمل سؤال صحة وغلط سؤال توصيل سؤال علل هنعمل تغطية للمنهب كله بهذه النوعية من الاسئلة هلينا نشوف مع بعض الاسئلة بتاعتنا هنبتدي بالنوع الاول من الاسئلة وهي اسئلة اكمل موقع الورشة ورشة الديهان والزخرفة يجب ان يتوافر فيه البنية الاساسية من نقط ونقط 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 صحي طبعا اذا استوعبت السياق هلاقي موقع الورشة في بنية اساسية زي ما احنا عارفين البنية الاساسية في اي مكان هي الكهرباء والمية والغاز او الوقود وطبعا معهم ايه؟ كلمة صحي يبقى صرف صحي يبقى الاساسيات او البنية الاساسية كهرباء وقود مياه صرف صحي يجب ان تكون الحوائط نقط وتدهن بديهان نقط حتى تكون مريحة للعين قلتلك ركز مع السياق دهان ايه اللي هيكون مريح للعين؟ طبعا دهان غير لامع او دهان مط ويفضل استخدام الالوان ايه؟ نقط او نقط او نقط وذلك لزيادة ايه؟ طبعا يفضل الالوان الفتحة شاطرين اللي مذكرين النهاردة الحوائط مرتفعة تدهن بديهان مط طبعا مرتفعة عشان ما بقاش فيها نسبة رطوبة عالية تدهن بديهان مط لا مط في غير لامع حتى تكون مريحة للعين اثناء العمل عين العامل طبعا ويفضل استخدام الالوان الفتحة زي الابيض او الكريمي وده لزيادة الاضاءة طبعا الالوان الفتحة بتعكس كمية اكبر من الضوء بوري الحريق يتركب من ثلاثة اجزاء رئيسية اولا الخزان ثانيا جهاز الاشتعال ثالثا المكبس بوري الحريق ثلاثة اجزاء خزان جهاز الاشتعال المكبس تنقسم التهوية الى نوعين تهوية نقط وتهوية نقط التهوية من حيث المبدأ بتنقسم الى دائمة وايه ووقائية دائمة يعني بحتاجها طول الوقت وقائية يعني بستخدمها اذا كان في ابخرة او شوائب في جو العمل طبعا فيه تصنيف تاني للتهوية من حيث المصدر اذا سألك ما هي انواع التهوية من حيث مصادرها عندي تهوية من مصادر طبيعية زي النوافذ او الابواب بتدخلي او فتحات الاسقف بتدخلي هوى طبيعي وفيه تهوية صناعية دي اللي بتجيني من المراوح او الشفطات الهدف من التهوية العامل يتنفس كويس دي التهوية الدائمة طب التهوية الوقائية هدفها عدم وجود ابخرة او شوائب او مواد الضرة في جو العمل وعشان كده بتساعد على امتصاصها وغالبا في منها حاجات بتكون موجودة في الاجزاء السفلية او الخلفية من الورشة لان اغلب المواد الضرة بتكون غازات سقيلة فبتنزل في الجزء السفلي من الورشة وطبعا مهم جدا تنقية جو العمل للحفاظ على صحة العمال وحماية البيئة السؤال اللي بعد كده بيقول لي تستخدم البرطمانات الزجاجية في حفظ المصاحيق المعدنية ميسك المصاحيق المعدنية نقط ونقط وكسر نقط اول ما اشوف كلمة كسر نقط دي هفتكر كسر الالماز اللي بيديني مصفوك لامع بسميه كسر الالماز لانه خشن او حجمه كبير شوية والمتوسط اسمه برونز والناعم اسمه بدردور ومواد غالية في الملونات زي ايه يبقى المصاحيق المعدنية اللي في البرطمانات الزجاجية لانها طبعا بتحفظ عليها من التفاعل وتحميها من اي مادة تضرها البرونز البدردور كسر الالماز او المواد الغالية زي الروتنج والجمالكة وطبعا دول درسناهم بالتفصيل في مادة الخامات الروتنج اللي هو المادة الربطة للبوية والجمالكة طبعا من انواع الروتنجات الطبيعية ارضيات الورشة يجب ان تكون نقط عن منسوب باقي الارضيات الارضيات تكون ايه عن منسوب باقي الارضيات حتى تمنع دخول نقط ونقط طبعا الشاطرين بيقولولي لازم الارضيات تكون مرتفعة برافو عليكم لان طبعا لو هي اقل احنا عارفين ان المية بتتصرب من المستوى الاعلى الى المستوى الاقل طبيعي ارضيات الورشة تكون اعلى لمنع دخول المطر والاتربة من الاماكن الخارجية يضهن الصقف بدهان ابيض نقط ليعكس اكبر قدر من نقط طالما هيعكس يبقى ابيض ايه برافو عليكم لامع ليعكس اكبر قدر من الضوء الابيض بطبيعته بيعكس اكبر كمية من الضوء فما بالك اذا كان لامع كمان يبقى يديني كمية الضوء اكبر احنا عارفين ان الالوان عندنا او الضوء عندنا بيتكون من سبع الوان اذا تجمعت كل هذه الالوان هتعطيني الضوء الابيض طيب السطح الابيض بيعمل ايه بيعكس جميع الاشعة الضوئية السقطة عليه ولا يمتص اي شيء يبقى كل ما السطح يكون ابيض يديني انعكاس للضوء كامل اذا كان الابيض ده لامع هيديني انعكاس اكبر للاضاءة او هيداعف كمان كمية الاضاءة السقطة عليه بعد كده النوافذ يجب ان تكون نقط قدر الامكان لتسمح بدخول اكبر قدر من نقط ونقط النوافذ عندي بتقوم بوظفتين اللي فاكرين بيقولولي التهوية والاضاءة يبقى النوافذ يجب ان تكون ايه واسعة كل ما النوافذ تكون اكبر طبعا تكون محكمة الغلق عشان الاضربة عليها حديد لمنع السرقة لكن يفضل انها تكون واسعة كل ما تكون اوسعة تسمح لي بدخول كمية اكبر من الهواء والضوء يعني تهوية واضاءة الطبيعية طبعا نقط هي بقايا عظام الاسماك الكبيرة وهي نقط هشة سهلة نقط السبية السبية من مواد السنفرة مصدرها ايه بقايا عظام الاسماك الكبيرة وهي بيضاء هشة سهلة التفتت وده بيخليها بتديني سطح شديد النعومة لانها ما بتحتكش احتكاك شديد بالسطح عشان كده بيستخدمها في الدهانات الممتازة يجب ان تودع لفتة تحذيرية على مخزن المواد ايه بالمنطق كده هحط لفتة تحذيرية على مواد ايه اكيد مواد منها خطورة زي ايه المواد السمة والمواد الملتهبة الاضاءة يكون مصدرها نقط من ضوء الشمس مع الاضاءة الصناعية هنا محدش يستعجل ويقول لي مصدرها اه النوافذ بسرعة احنا لسه فاكرين اه برافو عليكم هي النوافذ مكان دخلها لكن هي مش مصدرها لكن كمل بقية الجملة كده هتلاقي من ضوء الشمس مع الاضاءة الصناعية يبقى الاولانية دي كانت اضاءة ايه برافو عليكم طبيعية للمصابيح نقط البيضاء عندي نوع مصابيح مفضل لانه بيديني ضوء ابيض مقارب لضوء الشمس الاضاءة مصدرها ايه طبيعي ضوء الشمس ده اضاءة طبيعية مع الاضاءة الصناعية للمصابيح ال� vraiment المصابيح الصناعية اللي بتديني اضاءة تشبه اضاءة النهار اسمها مصابيح ال� الضء بقية المصابيح الايه الضء بقية يستخدم فرن التكفيف لتكفيف بويات ايه؟ هو من اسمه كده اسمه ايه؟ فرن مرافو عليكم لتكفيف بويات الأفران يبقى فيه عندي نوع من البويات هتخضوه بالتفصيل ان شاء الله في الأعوام القادمة في مواد الخامات ومواد العمليات ده بيستخدم فيه التكفيف بالأفران يعني لو دهنت البوية وستها ممكن ما تنشفش أو تاخد وقت كبير فبدخلها الفرن عشان يتم جفافها يبقى فرن التكفيف لتكفيف بويات اسمها بويات الأفران الجرادل على شكل نقاط نقاط مقلوب ويصنع من نقاط المجالفن أو نقاط أو نقاط اللي شاطرين في الرسم الهندسي بيقولولي الجرادل على شكله مخروط ناقص ماله مقلوب قعدته الصغرى أسفل وقعدته الكبرى لأعلى يصنع من إيه؟ من الصاج المجالفن أو من البلاستيك أو من الصفيع جرادل مخروطية أشكال مخروطية مقلوبة مخروط ناقص مقلوب السؤال اللي بعد كده تصنع أرضيات الورشة من مواد صلبة نقاط غير قابلة للانزلاق هرجع تاني لحتة الفهم صلبة غير قابلة للانزلاق تبقى صلبة وإيه؟ خشنة خشنة عشان تمنع تزحلق اللي إيه؟ العاملين ما يتزحلقوش أثناء العمل يضهن السقف المعدني بدهان مانع لنقاط وعازل لنقاط ويضهن بلون نقاط سقف معدني بأنا محتاج مانع ليه؟ للصدق وعازل لنين؟ للرطوبة اللي هي برضو بتسبب الصدق ويضهن بلون إيه؟ لون فاتح اللون الفاتح دوت بيساعدني على انعكاس الضوء يتراوح طول التسجة تسجل من ضداء اللي أنا بشتغل عليها أثناء التلوين أو الرسم داخل الورشة يتراوح طول التسجة من نقاط إلى نقاط متر ومزودة بنقاط وضلف لوضع العدد هنا عندي طولها من مترين إلى تلاتة متر مزودة بإيه؟ أدراج يعني أنا بستغل المنددة يكون فيها أدراج أو فيها أرفف عشان أخزن فيها العدد والأدوات بتاعتي وطبعا الأدراج للعدد الصغيرة والضلف للعدد الكبيرة شوية السقلات مجموعة من العروق نقاط أو المواسير نقاط تثبت مؤقتا لتشتيب نقاط المباني اللي امتبعين من أول الحلقة بيقولولي السؤال ده فعلا إحنا رجعنا جزء منه قبل كده هي مجموعة من العروق الخشبية أو المواسير المعدنية بتتشايد مؤقتا يعني أنا مش بسيبها موجودة دي بتتشايد فترة وبرجع أشيلها لتشتيب إيه في المباني؟ الوجهات أغلب استخدام السقلات لتشتيب وجهات المباني السؤال اللي بعد كده وضح صحات أو خطأ العبارات الآتية وطبعا السؤال ده زي ما احنا بنقول دايما سهل ممتنع يعني نركز قبل ما نجاوب السنفرة اللباد يطلق عليها لباد الصلب أو صوف الصلب اسمها لباد الصلب أو صوف الصلب بتستخدم في إزالة الدهنات الصلبة صح ولا غلط؟ طبعا صح سنفرة قوية جدا داخل فيها برادة الحديد بتبقى قوية بستخدمها في إزالة الدهنات الصلبة السنفرة الناعمة جدا بتاخد أرقام 120-240-280-500 أيوة احنا فاكرين إن كل ما رقم السنفرة بيزيد درجة النعومة بتزيد يبقى صح كده دي سنفرة ناعمة جدا الجملة جملة صحيحة الخفاف الطبيعي هيكل قرني لحيوان بحري يعيش قرب الشواطئ ويمتاز بالمرونة الخفاف الطبيعي لا دا احنا فاكرين إن الخفاف دا حجر جاي من مكزوف بركاني أما المين اللي هيكل قرني لحيوان بحري؟ برافو عليكم الاسفنج يبقى الجملة دي جملة خاطئة لأن الهيكل القرني لحيوان بحري دا هو الاسفنج بينما الخفاف هو حجر من مكزوف بركاني عند صناعة السلالم الخشبية تفضل الأخشاب الأسقل وزنا الشاطر اللي بيقول لي لا يا ميس حضريك لسا إيلا إن هو بيفضل الأخف وزنا نقول له برافو عليك إذا تساوى سلمين في الجودة باختار الأخف وزنا لسهولة الحركة السبية هي بقايا عزام الأسماك الكبيرة وهي بيضاء هشة سهلة التفتيت طبعا كلكم بتقولوا صح وأنا بقول لكم برافو عليكم هي صح المساتيل تصنع من معدن الخرصين أو الصاج الأسود أو الميجالفن طبعا برضو دي جملة صحيحة مساتيل اللي بستخدمها لحفظ أو لنقل الملونات أو لتقليب الملونات بتصنع من الخرصين أو الصاج الأسود أو الميجالفن البراميل تصنع من الصفيح أو البلاستيك على شكل منشور رباعي البراميل منشور رباعي؟ طبعا الإجابة خاطئة طبعا جملة خاطئة لأن البراميل أشكال استوانية واللي إيه هو اللي منشور رباعي؟ العلب أو التعبئات تصنع السنفرة الجافة من الورق الجاف المتين أو القماش طبعا الجملة دي جملة صحيحة السنفرة شديدة النعومة أرقام 45-60 لا دي أرقام صغيرة يا ميس لا طبعا برافق عليكم دي سنفرة خشنة يبقى الجملة جملة خاطئة لأنها مش شديدة النعومة لأن شديدة النعومة احنا شطرين وعارفين أن أرقامها أرقام كبيرة ودي أرقام صغيرة تبقى مش شديدة النعوم أجود أنواع قوالب الخفاف ما كان لونه رمادي أو بني صح كده جملة سليمة أجود أنواع الأوالب الرمادي والبني تستخدم المصحف لتصفية الدهان من الشوائب طبعا الجملة مفهومة وجملة سليمة وجملة صحيحة طبعا المصحف بستخدمها لتصفية الدهان من الشوائب تستخدم الزجاجات محكمة الغلق لحفظ السوائل المتطيرة زي الكحول والأسيتون زجاجات محكمة الغلق طبعا مقفولة كويس سوائل متطيرة أولا بحافظ عليها من التبخر ثانيا بمنعها من أنها تنتشر في جو العمل لأن كل السوائل المتطيرة مواد قابلة للاشتعال يعني جملة جملة صحيحة في توصلات الكهرباء داخل الورشة يفضل استخدام الوصلات الكهرباء القصيرة طبعا الجملة جملة إيه؟ خاطئة لا تفضل طب ليه لا تفضل؟ ليه الوصلات القصيرة غير مفضلة؟ أنا في عندي حاجة اسمها مقاومة وجهد وتفاصيل في عملية انتقال الكهرباء خلال الأسلاك عملية ارتفاع درجة الحرارة بتتناسب تناسب عكسي مع طول السلك يعني كل ما السلك يبقى أقصر التحميل الطيار عليه أقوى درجة ارتفاع حرارته بتبقى أعلى قبلية أنه يحصل منه ماس كهربائي أو يحصل منه حرائق بتبقى أعلى طبعا مش هندخل في تفاصيل النحية العلمية لده لكن ده أنا بقولولك باختصار كل ما الوصلة تكون أقصر تيخلي احتمالية حدوث ماس كهربائي أو حرائق أو كسر كهربائي أو شرر أو اشتعال لمادة قريبة منها مع ارتفاع درجة الحرارة بيكون احتمالية ده أكبر وبالتالي احتمالية وجود حرائق أكبر فبالتالي لا تفضل عندي الوصلات القصيرة تفضل عندي الوصلات الطويلة داخل الورشة يبقى طبعا توصلات الكهرباء يفضل القصيرة هقوله طبعا لأ إجابة خاطئة في مسدس اللهاب يختلط غاز الأكسوجين مع غاز الاستيلين لحدوث عملية الاشتعال أيوة برفع لكم جملة صحيحة غاز الاكسوجين مع غاز الاستيلين بدون اشتعال قوي يسند السلم المفرد على الحائط بزاوية التسعين تخيل كده الزاوية التسعين هيبقى عمل السلم ازاي طبعا استحالة هيقف العامل عليه ازاي طبعا جملة خاطئة واللي فاكرين بيقولولي لأ دول كانوا 60 درجة ممكن 50-60 درجة لكن الستين هي الأفضل البلتات بتصنع من خشب الأبلكاش على شكل بيضاوي أو مستطيل وتستخدم في مسج الألوان طبعا الجملة جملة صحيحة بلتات خشب أبلكاش بيضاوي أو مستطيل بمزج عليها الألوان طبعا بعد ما بدهنها بالورنيش الأسفنج الطبيعي هو مغزوف بركاني تجمد بعد تبريده طبعا الجملة خاطئة لفاكرين بيقولولي لسه أيلين أن المغزوف البركاني هو حجر الخفاف قلنا حجر الخفاف طلع من باطن الأرض مادة سائلة بفعل الحرارة الشديدة داخل باطن الأرض لما بيخرج للجو العادي بيخترق أضعف جزء في القشرة الأرضية وهذا ما يسمى بالبركان البركان هو فتحة في القشرة الأرضية بتخرج منها المصورات اللي موجودة في بطن الأرض لأنها قشرتها ضعيفة لما خرج للجو العادي حصل له إيه؟ من السخونة الشديدة إلى البرودة تجمد هو ده إيه؟ حجر الخفاف يبقى هنا النهر ده هل هو الإسفنج الطبيعي؟ هقول له لأ لأن الإسفنج الطبيعي ده هيكل لحيوان بحري لكن المقصود بالجملة دي أو المغزوف البركاني هو حجر الخفاف تستخدم البرطمانات الزجاجية لحفظ المصحيق المعدنية طبعا اللي متابع الحلقة من أولها هيقول لي طبعا جملة صحيحة زي البدردور والبرونزو وكسر الألماظ والرطنجات والده ملكة الصفائح تصنع من الصلب وساعتها حوالي 50 لتر اسمها صفائح يبقى بتصنع من الصفيح وساعتها من 1 إلى 18 لتر يبقى الجملة دي جملة خاطئة الصنفرة المقاومة للماء اسمها صنفرة الدوكو دي جملة سليمة لأن احنا في صنفرة الدوكو بنحتاج نستخدم المية فبنحتاج صنفرة تقاوم المية يبقى الصنفرة المقاومة للماء بتعرف تجاريا لما روح اشتريها بأنها صنفرة الدوكو السبية هي مقذوف بركاني تجمد طبعا الجملة خاطئة لأن السبية هي بقايا عظام الأسماك المساند تصنع من الخشب وطولها حوالي 70 سنتي الجملة جملة سليمة المسند اللي بسند إيدي عليه أثناء عملية التلوين بيبقى طوله حوالي 70 سنتي ومصنوع من الخشب ومنتهب منشور عشان يبعده عن الحيطة وقدر أسند إيدي عليه تستخدم الشفطات لتنقيد جو الورشة من الأبخرة والشوائد طبعا دي تهوية إيه وقائية برافو عليكم جملة صحيحة حد هيسألني يقول لي إيه إحنا لاحظنا إن في بعض تكرار لبعض الجمل بصيغ مختلفة هو ده المفهوم اللي أنا حاب أأكد لك عليه إن أنا عندي معلومة المعلومة دي بتقول لي إن منسوب الأرضية أعلى من مستوى الشارع أنا فهمت المعلومة جبها لي صح وغلط أقدر أجاوب جبها لي أكمل أقدر أجاوب عليها جبها لي علل برضو أقدر أجاوب عليها يبقى إذن النهاردة أنا عايز أتعود إن ما فيش شكل سابت للسؤال إنما الفكر المعلومة تكون سابتة في دماغي كفهم إذا فهمت المعلومة والله لو جبها لي أكمل جبها لي صح وغلط جبها لي اختار من بين الأقواز جبها لي بأي شكل من الأشكال سألني عليها بشكل مباشر في سؤال مقال هقدر أجاوب هننتقل بعد كده الأسئلة تعلل وعلل يعني أذكر السبب أول سؤال فعلل بيقول لي الأرضيات أو أرضيات الورشة يجب أن تكون مرتفعة تكون مرتفعة عن باقي الأرضيات ليه؟ أيوة عشان تمنع دخول المطر والأتربة زي ما اتفقنا السقف يدهن بديهان أبيض لامع طبعا شطرين وفاكرين عشان يعكس أكبر قدر من الضوء النوافذ يجب أن تكون مساحتها واسعة قدر الإمكان عشان تدخل أكبر كمية من الهوى وأكبر كمية من الضوء لرؤية الألوان تصنع الأرضيات من مادة صلبة خشنة طبعا عشان تكون غير قابلة للانزلاق تمنع انزلاق العاملين عليها لأن النعومة الشديدة غلط تدهن الحوائط بديهان مط أو دهان غير لامع قلنا عشان راحت مين؟ راحت عين العمال أثناء العمل ليه دهان مط؟ مط يعني مط فيه يعني ما بيلمعشي لراحت عين العمال أثناء العمل تفضل الإضاءة الطبيعية داخل الورشة غالبا إحنا لما بنيجي نروح نشتري حاجة خاصة البنات الجاملات لما بيجوا يشتروا مثلا طرحة أو لما بيجي يشتري لبس أو كذا ببقى حريصة أن أنا أروح أشتري الحاجة بالنهار عشان أقدر أميز إيه؟ برافو عليكم درجة اللون طبعا الإضاءة الصناعية مهما كانت إضاءة نقية حتى لو قلنا المصابح الزئبقية اللي هي المفضلة عمرها ما هتوضح لي الألوان بدرجة نقية جدا زي ضوء الشمس الطبيعي يبقى إيه أحلى حاجة في الإضاءة الطبيعية؟ إنها بتوضح درجات الألوان بشكل دقيق يبقى ليه بتفضل الإضاءة الطبيعية داخل الورشة؟ لأنها تساعد على الرؤية الحقيقية لدرجات الألوان لا بتغير اللون ولا بتخليه مسفر ولا بتخليه مزرق بتديني الدرجة بتاعتي بشكل سليم وصحيح تفضل الأبواب الإنزلاقية باب الإنزلاقي هو الباب الجرار اللي حد عنده في البيت باب جرار أو عنده دولاب جرار الدولاب بتاعته جرار هيعرف إيه فايدة الباب الإنزلاقي الباب الإنزلاقي أو الجرار ليه فايدتين؟ ليه بفضله؟ أولا سهولة الفتح والغلق ثانيا توفير المساحة إزاي بيوفر لمساحة؟ الباب العادي اللي بمفصلة بيحتاج على الأقل ربع دائرة بتساوي عرض الباب لما بيلف 90 درجة وفي باب تاني بيلف 180 درجة تاني خلينا نتخيل الباب المفصلي الباب المفصلي لو هو مقفول عشان أفتحه بيلف على الأقل 90 درجة هذه ربع دائرة لازم الربع دائرة ده يبقى فاضي منفعش أحط حاجة وراء الباب طب وإذا كان بيلف 80 درجة يبقى أنا محتاجة نص دائرة فاضي لكن الباب الجرار أنا ممكن أقدر أحركه في مكانه بيتسند على الحيطة أو بيدخل في المجرى بتاعته مش محتاج مكان إن أنا أستعمله فيه يبقى إحنا حتى لما بنيجي نفكر في ناحية الأبواب الجرار بنستخدمه لأنه بيوفر فيه المساحة وبيبقى سهل إن أنا أستخدمه وممكن أحط حاجة وراء الباب وأقدر أحركه بسهولة من غير ما أشيل الحاجة ديك لأنه مش محتاج مسافة في عملية فتحه يبقى الأبواب الانزلاقية مفضلة عن الأبواب المفصلية لسهولة الفتح والغلق ولأنها بتوفر فيه المساحة تزود الورشة بتوصيلات للهواء المضغوط طبعا الشاطرين بيقولولي آه ما إحنا لسه كنا بنستخدمها في جهاز الرمل اللافح الهواء المضغوط ده يبقى أنا محتاج توصيلات الهواء المضغوط ليه؟ لتشغيل أجهزة ضغط الهواء ليه الكبسات أو الكمبرسور الكمبرسور ده بس بيستخدم في الرمل اللافح لا ده ممكن كمان يستخدم فيه رش الدهانات بمسدسات الرش الهواء المضغوط له استخدامات عديدة تاخدوها إن شاء الله في الصف التاني بشكل تفصيلي جدا في مادة الأجهزة والمعدات يبقى ليه بتزود الهواء التوصيلات الهواء مضغوط عشان توصل الهواء للكبسات أو الكمبرسور أو الضواغط الثلاث كلمات بمعنى واحد ضاغط الهواء هو الكباس هو الكمبرسور نتجنب الوصالات الكهربية القصيرة في الهواء ليه؟ أيها المركزين بيقولولي عشان بتسبب حرائق هقول لهم رافو عليكم فعلا الوصالات القصيرة بتساعد أو بتسبب الحرائق أو قابليتها للحرائق أعلى يفضل أن يكون المغزن بالدور الأرضي طبعا المغزن فيه معدات وفيه أجهزة وفيه ملونات سقيلة الوزن طبعا يفضل أنها تكون فيه الدور الأرضي لسهولة التخزين بتاعة الخامات والمعدات يجب أن يكون المغزن بعيد عن ضوء الشمس المباشر طبعا فيه ملونات كتير جدا الشمس بتتلفها أكبر دليل على كده أنت هتلاقي عندك السطارة المعرضة للضوء دايما زي سطارة البلكونة مثلا هتلاقي لونها بيتغير بسرعة جدا غير السطارة الداخلية غير معرضة لضوء الشمس يبقى فيه أنواع من الملونات بتتلف بالتعرض لضوء الشمس والرطوبة يبقى المغزن يكون بعيد عن ضوء الشمس المباشر وبعيد عن الرطوبة توضع التسجأ أو وضع التسجأ بعيدا عن الأبواب ليه ما بحطش التسجأ عند مدخل الورشة؟ طبعا لسببين السبب الأولاني أن مدخل الورشة هيبقى فيه ناس رايحة وناس جاية وده هيجيب لي أتربة وأنا بشتغل وبلون يبقى هيجيب لي أتربة على المشغولات أو اللوحات أو الحاجة اللي أنا بشتغل عليها وأنا أغلب المواد بتاعتي فيها مواد لاصقة لو أنا بشتغل ببوية زيت أو بلزق ورق دهب أو بعمل أي حجم التمرين بتاعتي محتاجة بعيد عن الأتربة وطيارات الهوى يبقى العدم تلوث المشغولات بتاعتي بالأتربة وفي نفس الوقت عدم أعقد حركة الدخول والخروج لما حط التسجة في المدخل بخلي الناس متعرفش تتحرك بحرية تستخدم الصنفرة أحيانا في تخشين الأسطح فاكرين؟ طبعا فاكرين علشان الأسطح شديدة النعومة مش هيتماسك عليها الدهان يبقى بخشن السطح شديد النعومة ليه؟ ليتماسك عليه طبقات الطلاق المختلفة تستخدم السبية في تنعيم الدهانات الممتازة الفاكرين بيقولولي لأنها سهلة التفتت ونعمة جدا فبتديني سطح شديد النعومة لا يفضل النوع الخشن من الإسفنج الطبيعي في الاستخدام السفنج الطبيعي فيه منه نوع ناعم مسامو ديقة فيه منه نوع متوسط فيه منه نوع خشن لا يفضل النوع الخشن النوع الخشن ده مش كويس ليه؟ لأنه سهل قط تمزق وفيه نسبة كبيرة من الشوائب فيه نسبة شوائب كبيرة سهل أنه يتقطع معايا لأنه زي ما قلنا هو ده هيكل لكائن طبيعي الكائن ده موجود فيه البحر بيتغزى على الشوائب اللي موجودة في المية فيه منه نوع بيبقى ناعم فيه منه نوع متوسط النوع الخشن ده فيه نسبة عالية من الرمال من الحصى من بعض الحاجات الشوائب اللي موجودة في المية لما باجي أستعمله في عملية التنظيف بيتفرفت مني يتفتت فبالتالي هو غير جيد عشان كده كمان فيه ملحوظة مهمة في النوع ده النوع الخشن من الاسفنج الطبيعي إنه رخيص السمن برضو إذا جاب لي في الامتحان قال لي علل ليه الاسفنج الطبيعي الخشن رخيص السمن هقول له لأنه بيتفتت بسرعة ولأنه فيه نسبة شوائب عالية السؤال اللي بعد كده بيقول لي تدهن البلتات الخشبية بإيه؟ بالورنيش الورنيش أولا عشان يديها طبقة حامية ثانيا عشان يمنع تشربها للألوان ده خشب مسام ومفتوحة المسام دي بتساعد على تشرب اللون ده أنا مش عايزه أنا عايز اللون يمتزج بس أنا باستخدمها كسطح للتلوين فبسد المسام بتاعتها بالورنيش الورنيش هنا بيديها تلميع بيديها حماية بيقفل المسام بدل من اللون البلتة تتشربه فإذا البلتة تتشربت اللون ده مش هيديني النتيجة اللي أنا عايزها يبقى إيه الهدف من دهنها بالورنيش عدم تشربها للألوان السؤال اللي بعد كده تزود قواعد السلالم المتنقلة بقعوب غالبا تصنع من المطاط تعالونا تخيل مع بعض السلم لكعب مطاط هتكون إيه فايدته طبعا لمنع انزلاق السلم المطاط ده بيمسك في الأرض زي السيليكون أو المطاط مواد بتكون لها قدرة على التماسك على السطح شوية ما بتكونش قابلتها للانزلاق عالية يبقى لمنع انزلاق السلم الكعوب بتمنع السلم إنه يتزحلق تم تغزين السلالم أو يتم تغزين السلالم الخشبية في مكان بعيد عن ضوء الشمس والرطوبة فاكرين طبعا لأنها بتتقوس وبتتشقق إذا سبت السلم الخشبي في الشمس لفترة طويلة هيتقوس يبتدي يبقى فيه عوجاج وفي نفس الوقت ممكن يتشقق أو يتكسر أو يتلف من التعرض لضوء الشمس المباشر أو الرطوبة هننتقل بقى للسؤال اللي بعد كده طبعا أنا عارفة أن أنا سريعة معاكم شوية لكن السرعة دي هدفها إن إحنا نغطي أكبر قدر ممكن إنتوا طبعا تقدروا بعد كده تشوفوا الحلقة تانية على اليوتيوب نقدر نتابعها في الإعادة كمان في التلفزيون يبقى إحنا دلوقتي بس محتاجين إن إحنا نقول أسئلة كتير قوي 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 نغطي المنهج كله وبعد كده إن شاء الله نقدر نشوف الحلقة أكتر من مرة عشان لو فاتنا حاجة نقدر نتابعها هننتقل للنوعية الأخيرة من الأسئلة اللي هو بيقول لي إيه إشرح مع الرسم طب هل هو لازم يجي يقول لي إشرح مع الرسم لا هو ممكن يقول لي إرسم فقط وممكن يقول لي إشرح فقط وممكن يقول لي إشرح مع الرسم فأنا جبت لكم الأسئلة إشرح مع الرسم والله طلب الشرح هنقول له الشرح طلب الرسم هنرسم الرسم طلب اللي اتنين هنقدمهم له زي ما هو عايز ببتدي أسئلة إشرح مع الرسم أول حاجة بيقول لي إشرح ما تعرفه عن المساتيل مع الرسم تصنع المساتيل من إيه خاصين صج اسود أو مجالفن ولها يد على شكل قوس دائري ساعتها من 1 ل 25 كيلو جرام تستخدم لوضع ألوى النشات أو البيات وطبعا لازم أن أتضفها عقب الانتهاء بنشرط الخشب الممزوجة بالكيروسين أو حسب نوع الدهان هرسم المساتيل إزاي طبعا المساتيل زي ما إحنا عارفين شكل استواني نبص كده للرسمة هي شكل استواني استوانة منظور استوانة اللي احنا واخدينه في الرسم الهندسي هرسم منظور الاستوانة وابتدي أعمل لها اليد بتاعتها يبقى أنا لو بعرف أرسم الاستوانة أو شاطر في رسم الاستوانة هقدر أرسم المستيلة ممكن بأيدين في الجنب زي ما إحنا شايفين وممكن بيد واحدة على شكل نصف دائرة لاتنين صح تكلم عن أنواع البراميل مع الرسم تصنع البراميل من الخشب لحفظ الملونات الجفة أو الصاج أو من البلاستيك لحفظ الملونات يبقى البراميل يا إما معدن يا إما بلاستيك يا إما خشب الخشب بحط فيها مواد جفة الصاج أو البلاستيك بحط فيها السوائل هرسم البراميل بص كده هتلاقيها برضو عبارة عن إيه برافو عليكم استوانة منظور لاستوانة نفس الفكرة ولكن الخطين دول لتقسيم البراميل يعني بتدي شكل كويس في الرسم حاول تتقن الرسم بتاعك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا يعني اعمل الحاجة بشكل جميل لأنها بتعبر عن شخصيتك وشطرتك يبقى تاني نبص البراميل شكل استواني يعني زي ما رسمنا المستيلة بالزبط بالزبط زي ما رسمنا المستيلة هنرسم البراميل لكن المختلف عندي إن المستيلة كان لها يد نصف دائرة لها أيدي لها أدين لكن البراميل ملوش أدين وطبعا هم في الحقيقة مختلفين في الحجم لكن في الرسم طريقة الرسم هي نفس الطريقة السؤال اللي بعد كده عن الجرادل الجرادل أنواع متعددة اشرحها مع الرسم طبعا على شكل مخروط ناقص مقلوب الإيد نصف دائرة من الصاج أو البلاستيك أو الصفيح طريقة تنظيف الجرادل زي وزي أي معدة بنظفها بنوع المزيد أو الصودة الكوية أو نشارة الخشب والكيروسين أو بالحرق أرسم الجرادل إزاي؟ زي ما احنا شايفين كده دايرة كبيرة فوق أبتدي أنزل بشبه منحرف بعد كده أعمل اليد بتاعته والعروتين لتركيب اليد دا الجردل طبعا هو مخروط ناقص مقلوب لو رسمناه في الامتحان هنرسمه زي ما بنرسمه في الرسم الهندسي ولكن القاعدة الصغيرة لأسفل ايش رحمة تعرفه عن الأكواب والكيزان؟ طبعا دي بتصنع من الزنك أو الصفيح أو البلاستيك أو الخزف وبتوضع بكميات البوية القليلة أو بحط فيها كميات بوية صغيرة هرسم إزاي الأكواب والكيزان؟ كوباية زي اللي موجودة عندك في البيت ممكن تكون حد بيقول لي دي استوانة برضو هقول له أيوة برافو عليكم الكوباية ممكن تكون استوانية برضو ممكن مجزي مجزي الخزف أو كوباية من الزجاج أو البلاستيك أو المعدن دي كده بعض المسائل اللي احنا تكلمنا فيها أو الأسئلة اللي تكلمنا فيها عن إشرح وإرسم وارد جدا إن أي رسمة أخدناها هتكون عارف تركبها تصنع من إيه؟ تستخدم في إيه؟ وطريقة الرسمة بتاعتها إزاي؟ أتمنى نكون غطينا أكبر قدر من منهج المعدات إن شاء الله نجاوب بشكل جيد جدا في امتحان الترم أتمنى لكم طبعا كل نجاح خليكم دايما فاكرين أن لكل مجتهد النصيب وإن اجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله